السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الصف الخامس للاتباقي عشرين خمسة وعشرين ترم اول جعتلكم بفيديو جديد ولكن المرة دي في كتاب الجام هنشرح النهاردة يا ميس هنشرح لسن ثري الدرس الثالث اللي موجود في يونة تو الوحدة الثانية اللي بعنوان يعني اريد ان اكون بصحة جيدة صفحة كتاب كام في كتاب الجام بيج سفينتي اي ثمانية وسبعين حبيبي الحلوين اللي لسه مشتركش في القناة وفعل زر الجرس ينزل يشترك حان وفعل زر الجرس يا سنة خمسة شارك الفيديو ده مع اصدقائك عشان هما كمان يستفيدوا حط لايك عشان ده يدعمنا جدا هسيب لك في الوصف قائمة تشغيل الصف الخامس الابتدائي عشرين خمسة وعشرين ترم اول في جميع الدروس بتاعة يونة وان ويونة تو محلولة ومشروحة بالترتيب وكمان في حل على التدريبات بتاعة يونة تو وان هنزل النهاردة لسن ثري نزل طبعا لسن ثري الدرس التالت في الوحدة التانية من كتاب المعاصر اللي معاها نسخة كتاب المعاصر النهاردة هننزل الدرس التالت اللي معاها نسخة كتاب الجامل نبدأ عطول عشان ما نضيعش وقتنا جاي ايه عنوان الدرس التالت جاي بعنوان سبورتس ها بلايس الآماكن الرياضية مالها and equipment والمعدات الرياضية sports places and equipment الأماكن والمعدات الرياضية ده عنوان الدرس والجزء الأولاني فيه بقولي هنا listen استمع point, أشر and say وقل تعالوا نشوف عندي بقى definitions التعريفات بتاعة إيه الدرس طب أنا هتذكر إيه يا مس؟ أنت هتذكر الأماكن كويس والمعدات كويس وهتذكر بقى يعني دي حاجات دي هتحفظها الجزء ده هتحفظه لكن الجزء ده هتذكره بالورقة والألم الجزء ده هتذكره بالورقة والألم ليه هتذكره والألم عشان تبقى عارفه عشان هيجي لك عليه إيه هيجي لك عليه أسئلة تعالوا ندعها على طول كده عشان ما نضيعش وقتنا أول حاجة بيقول لي جايب لي ملعب كرة القدم اسمه إيه؟ اسمه طبعا دي خاص بالplaces أنا عندي ثلاث أماكن أول مكان فيهم فوتبول بيتش يعني إيه فوتبول بيتش يعني ملعب كرة القدم ربي تفترمي يالله يا سنة خمسة فوتبول بيتش بيقول لك إن فوتبول بيتش ده أو ملعب كرة القدم فوتبول اللي بلعب فيه كرة القدم وجايب لك صورته هو يا أولاد باللون الأخضر طيب تاني حاجة هندي التنس كورت اللي هو ملعب التنس قال لك ده المكان اللي بلعب فيه تنس ربي تفترمي يالله يا سنة خمسة تنس كورت تنس كورت تنس كورت حمام سباحة سويمينج بول سويمينج بول سويمينج بول قال لك سويمينج بول حمام السباحة this is where ده المكان I go swimming اللي أنا بذهب للسباحة فيه وجايب لك صورته قدامك ده بالنسبة للبليسز يا إيه يا سنة خمسة بعد كده عندي بقى المعدات والأدوات اللي هي الإكوبمينت إكوبمينت يعني معدات وأدوات إكوبمينت أول حاجة بيقول لك بدلة الكاراتي وبيبقى بتلبس فيها إما الحزام الأصمر الحزام الأصفر حسب إنت إيه في بدلة الكاراتي دي اسمها كرادي سوت ربيت أفضل يالله يا سنة خمسة كرادي سوت كرادي سوت قال لك إن بدلة الكاراتي ده this is what I wear ده اللي أنا برتدي to do كرادي لما باجي أمارس الكاراتي تاني حاجة معايا فوتبول بوتس عزية كرة القدم فوتبول بوتس فوتبول بوتس قال لك الفوتبول بوتس حزية كرة القدم this is what I wear ده اللي برتدي to play football لما باجي ألعب كرة القدم وطبعا بلعبها فين في الفوتبول بيتش ما لعب كرة القدم طيب squash rackets دي مضارب السكواش قال لك إن مضارب السكواش دي this is what I use اللي بستخدمها to play squash لما باجي ألعب سكواش بيت أفترمي squash rackets squash rackets squash rackets بعد كده عندي swimming goggles يعني نظارات السباحة swimming goggles swimming goggles this is what ده اللي برتدي what I wear to go swimming لما باجي أعمل أمارس السباحة آخر رياضة معنا يا أولاد رياضة كونج فو كونج فو رياضة كونج فو كونج فو قال لك this is when I do high kicks دي الرياضة اللي بستخدم فيها الرقلات العالية it rhymes إنها تناغم with you and two you and two هم لما بيجي يعملوها بيقولوا كده بعد كده يا سنة خمسة عندي extra vocabulary مفردات إضافية برضو حفظوا بتتزاكر اللي بتفترميه ملعب يعني pitch 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 رقلات kicks 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 حركات يعني moves 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 فناء أو ملعب court 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 عالن يعني high 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 ورائع يعني awesome awesome اللي بتفترميه سنة خمسة awesome طبعا adjective يعني صفة اللي هي تصريف الأفعال أنا عندي regular verbs أفعال مونتظمة قلنا الأفعال المونتظمة بإضافة الإيه بإضافة ال-D ها وال-E D مش وال-I E D دي كلها أفعال منتظمة معظم الأفعال لنهيتها E أو الأفعال لنهيتها E بتاخد D معظم الأفعال بتاخد E D أفعال لنهيتها Y تقلب ال-Y ل-I E D لو قبلها حرف ساكن أول حاجة عندي كيك يركل ضفناله E دي في الماضي بقى كيكد كيك 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 يتناغم يعني رايم ضفناله D بس لأنه منتهب E بقى رايمد رايم رايمد رايم رايمد براكتس أخرها ايه ضفنالها دي بس يتدرب براكتس الماضي منه براكتست براكتس براكتست براكتس براكتست يوز يستخدم الماضي منها يوزد يوز يوزد يوز يوزد حاول نذاكر الكلمات كويس جداً يا سنة الخامسة ونعيد الجزء ده أكتر من مرة عشان النقط إيثبت معانا ما زلنا في I want to be healthy الوحدة التانية ولكن الدرس التالت listen استمع read اقرأ and roll play وتبادل الأدوار الولد ده بيقول I love my sport أنا بحب رياطي kicking a ball اللي هي ركل القرى on a page على الملعب أو في الملعب is my favorite thing ده الشيء المفضل بالنسبالي الولد طبعاً ده بيسبح قالك being in a swimming pool التواجد في حوض السباحة and doing this sport وممارسة هذه الرياضة if the best thing for me ده أفضل شيء بالنسبالي I feel like a different person أنا بحس أو بشعر كأنني شخص مختلف دي تاني حاجة تالت حاجة الولد ده بيعمل اي karate قالك I like the way I can do lots of different moves أحب الطريقة اللي يمكنني بها القيام بالعديد من الحرقات المختلفة I like high kicks best وفضل للرقالات العالية my suit بدلتي for this sport is white اللي برتديها بتكون بيضاء اللون بعد كده هنا الولد ده بيلعب ايه بالمضارب بتاعت اللي سكواش قال I love this sport أنا بحب الرياضة دي because I am very good at it لأن أنا كويس فيها you play on a small court انت بتلعب في ملعب صغير with walls around ايه all around وطبعا بيبقى حواليك ايه حوائط بتكون محاط بالحوائط دي اللي سكواش يا أولاد you have a small racket بيكون معاك مضرب صغير and you move very fast ولازم تتحرك بسرعة جدا you get really hot too بيكون الجو ايه حر او بتشعر بالحرارة ايضا لان انت بتجري بسرعة الولد ده هنا I think ابعتقد it's an awesome sport انها رياضة رائعة and I practice a lot in the summer وبتمرن كتير او في الصيف they have tennis courts لديهم ايه ملاعب tennis في الحديقة in the park and I go there أنا بروح هناك with my friends مع اصدقائي هنا بيقول لي سنة 5 تبكير لاحظ كده ان كلمة equipment اللي هي معدات رغم ان هي جمع لا تجمع يعني ما بتحطلاش i وبتحطلاش s ولا الحاجات دي هي الكلمة الوحيدة كده معدات يعني equipment دي ملاحظة لازم تكون عارفة وصلنا للجزء الثاني في الدرس والجزء p الجزء p الجزء الثاني في الدرس الثالث ياولاد عبارة عن pronunciation صوتيات جيب لي ايه هنا بقى بيقول لي listen استمع ولاحظ عندي حاجة اسمها short vowels وحاجة اسمها long vowels short vowels وحاجة اسمها ايه long vowels اهي عشان تباين ايه لو مش باينة معاكم short vowels ياولاد ان انا انطقي بعض الحروف المتحركة لكن بسرعة انا عندي الحروف المتحركة اصلا اللي هو حرف A وال-I وال-E وال-O وال-U دي الحروف المتحركة عندي منها short وعندي منها long الحروف المتحركة القصيرة زي كلمة sun شمس ربي تفترميه كده يا سنة خمسة sun sun man man رجل man suck فردة جورب او شراب suck suck pin 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 cat 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 red احمر red طبعا دي ياولاد الحروف short vowels long vowels عندي long vowels زي pain 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 تحس انها بتقول شوية pain شاي tear تفترميه tee tee light 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 rose 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 وردة rose اثنان two two هوا مقسم لك ان حرف ها يلقي اي هنا الساوند بتاعه pain make pain ويصنع يعني make shay tee الساوند بتاعه ها feet اقدام تحسين يا اي مطولة feet اقدام feet light light اللي هو الساوند ده light وcry يبكي cry cry الساوند ده ها اعطيه rose وكون اللي هو مخروط كون كون لكن الساوند الأخير عطيني two اسنان two file وكود file وكيوب مكعب كيوب كيوب ده نسمع الجزء بتاع اللي ايه يا ولاد البرونانسياشن اسمعها اكتر مرة عشان يثبت معاك وصلنا بعد كده الحاجة اسمها blending sounds in one syllable word دمج الأصوات في كلمة زيت مقطع لفظ واحد تعال نفهم اكتر when we pronounce a word عندما بنلفظ كلمة we don't say the letters احنا ما بنقولش الحروف بتاعتها but we say the sounds لكننا بنقول الأصوات يعني لما ايجي اقولك كلمة fish fish يعني ايه يعني سمكة انا بميجي اعدي كده الأصوات اللي موجودة في كلمة fish حرف f i i sh 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 لكن لو تلاحظوا ان حرف sh sh عامل sound واحد اللي هو حرف sh اللي هو بيبقى كده sh اللي هو بيبقى شبه حرف sh sh طيب يبقى اول حاجة لما باجي انطق اي كلمة انا بعد الأصوات اللي موجودة في الكلمة مش الحروف يعني انا قالك fish جايبها لكم مؤسمها لك اهو قالك ان fish has لديها four letters يعني ايه four letters يعني اربع حروف but ثلاثة اصوات وصوت آي يبقى SI ثلاثة اصوات وصوت ثلاثة اصوات وصوت شح يبقى عطتني إيه؟ صوت L1. وهنا SH عطاني إيه؟ اللي هو شا اللي هو حرف الشين. نفس القصة اللي إلا إنا عطتني إيه؟ صوند واحد اللي هو صوت L. أهو فول هاز. اللي داية أربع حروف. بطئتها ثري ساونز. لكن هو قداني ثلاث أصوات. نفس القصة في نك. نك ليه؟ رقبة. قال لك نك لديها أربع حروف. لكن لديتني ثلاث أصوات. حرف N والA والK. أنا عندي CK. عطاني صوند واحد اللي هو صوند الكي. حاجات دي أركز معها وأشوفها. طيب. بعد كده بيتكلمي عن السيليبل اللي هو المقطع اللفظي. بيقول لي فيه إيه بقى؟ السيليبل المقطع اللفظي is a part of a word. هي جزء من الكلمة ذات كنتينز اللي بتحتوي على سينجل فاول ساوند. صوت متحرك واحد. هنا بيقول لك بليندينج ساونز إن احنا بندمج الأصوات in two syllable words في كلمات ذات مقطعين. زي إيه؟ كلمة سبايدر. سبايدر يعني عنكبوت. تاني كلمة معايا teacher اللي هو معلم فيها برضو two syllable. two syllables يعني مقطعين. teacher teacher. روبوت يعني رابوت يعني إنسان آلي برضو فيها two syllables. برضو نفس القصة هنا. بقيت بيبي اللي هو طفله رضيع. بيبي. نفس القصة. دي ليت يعني دي ليت يعني يمسح برضو two syllables. وين دو اللي أنا فيزة. وين دو. را كت اللي هو مضرب. را كت اللي هو مضرب. human. human اللي هو إنسان أو بشري. human. tiger. tiger. final. final اللي هو نهائي. final. hotel. هو فندق. music اللي هي موسيقى. Egypt. Egypt اللي هي مصر. Egypt. Egypt. blue. هاي اللي هي يلوث. طبعا هنا blue. اللي هو تلوث. blue. دي كلمات يا أولاد كلها دمجناها. وطبعا كم مقطع. two syllables يعني مقطعين. وصلنا يا سنة خمسة. للحل اللي بقى اللي هنحله النهاردة على الليسون فري. الدرس التالت في الوحدة التانية. زي ما احنا متعودين يا أولاد بيبقى عندنا أول سؤال دايما بيكون نص استماع. بنقرأ نص استماع واحنا بنقرأ وبنبدأ نحله على طول. تعال نقرأ نص استماع كده ونشوفه بيقول ايه. رامي هانا أحمد عند أميرة لايكس سبورتس بيحبه الرياضات. رامي لايكس كرادي بيحب الكراتين. as he can do لأنه بيعمل a lot of moves الكثير من moves اللي هي الحركات كرادي. بعد كده كملنا وقلنا هانا لايكس بتحب to swim إن هي ايه تسبح. she goes to the swimming pool بتروح ليه السباحة twice a week مرتين في الأسبوع. ويبقى هانا goes to the swimming pool twice a week. احمد plays football بيلعب ايه كرة قادر in the beach في ايه يا ولاد في البيتش اللي هو الملعب. وبعد كده اميرة is a good squash player اللي لعبت squash كويسة. here racket المضرب بتاعها is white and blue. يبقى اميرة's racket المضرب بتاعها is white and blue. ابيض وازرق. بعد كده نبدأ بقى حلة على طول عشان ما نضيعش وقتنا. تعالى يلا نبدأ نحل. اول حاجة بيقول لك we wear. احنا بنتبتدي football to play football عشان نلعب كرة قدم. بنتبتدي boots. اللي هو حزاء حزاء كرة القدم. القدم. آآ football boots. بعد كده let's go to the naut. تعال نروح لإيه? بتش. تعالى نروح لfootball bitch اللي هو ملعب كرة القدم. I use. انا باستخدم my note when I play squash. لما باجي ألعب squash. انا باستخدم ايه يا ولاد? racket اللي هو مضرب. boots. حزاء. googles اللي هي بتاعتي للنظرات الواقية وتاعتي السباحة. bitches اللي هي ايه? ملاعب. بعد كده we wear swimming. نقط. احنا بنتبتدي swimming. ايه? to go swimming عشان نروح السباحة. swimming goggles اللي هي ايه? النظرات الواقية. I love swimming. اللي بحب السباحة. I go to the swimming naut. on friday. انا بروح لإيه? swimming pool اللي هو حمام السباحة. يوم الجمعة. طيب بعد كده. we play tennis in the. احنا بنلعب تنس فين يا ولاد؟ في ملعب التنس اللي هو court. when we play naut. we do high kicks. احنا بنعمل رقلات عالية لما بنلعب ايه? سومج سباحة التنس ولا كونج فو ولا سكواش طبعا كونج فو. طيب كمل. ذاكرة دي يا ولاد اللي هي الكاراتين. نقط is always white. دايما ايه بيكون لونه ابيض? هو ايه بقى? البلت الحزام. سوك الجورب. ولا شرت القميص طبعا ايه? السوك اللي هي البدلة. هنقرأ الكتعة دي. ونختار من الكلمات اللي فوق. محمود بلايز سكواش. بلعب سكواش. هو بيحب هزي سبورت هزي الرياضة. because he's very good at it. لانه كويس فيها. هو بيرعم في ايه يا ولاد؟ اللي هو ملعب ايه؟ صغير. جميل. بعد كان كتب وان هنا طبعا. في حوائط. حوالي. هو لديه اصمول راكت. يعني اصمول راكت مضرب صغير. القطعة دي نحن لسه كرقينها طبعا. and he moves. وبتحرك very fast. سريعا جدا. فريدة داس كراضي. بتلعب كرة تيه? she likes the way. بتحب الطريقة. she can do lots of different. اللي بتعمل بها الكثير من نقط المختلفة. طبعا. moves الحركات المختلفة. دي number three. نكتبها هنا. اخر حاجة خالص. she likes high kicks. بتحب تعمل رقلاتها عالية. hair not at four. this sport is white. hair ايه يا ولاد؟ هتبقى. hair suit. البدلة بتاعتها بتكون لونها ايه؟ ابيض. نكتب number four هنا. تعالوا نكمل. سنة خمسة احنا ما زلنا لسه في الدرس التالت. بنحل تدربات بتاعته في الواحدة التانية. read. اقرأ. and answer the questions. وجاول اسئلة. علي. آية. and marwa. like sports. بيحب الرياضات. علي likes football. علي بيحب كرة القدم. he plays. وبيلعب it with his friends. مع اصدقاء. on friday. في يوم الجمعة. they play football on the beach. هو بيلعب في ايه؟ في ملعب. his team الفريق بتاعه. always wins. دايما من ايه؟ wins بيكسب. بتحب السباحة. she goes to the swimming pool. بتروح امام السباحة. every day. كل يوم. she wears better daddy. goggles. اللي نظارات الواقية. when she swims. لما بتيجت عوم. marwa's friends. اصدقاء marwa like her. because بيحبوها لانها. she is kind and clever. ودودة وايه؟ وزكية. she helps her. friends. بتساعد اصدقاء. all the time. طول الوقت. is good. squash. هي كويسة في ال squash. player. يعني هي لعبة squash جيدة. hair racket. المضرب بتاعها is red. احمر. and white. وابيض. they are good player. هي لعبة ايه جيدة. they advise. بتنصح people. الناس. to practice sports. انهم ما يمرسوا الرياضة. تعالوا نبدأ على طول كده حل. عشان ما نضيعش وقتنا. اول سؤال. علي. and his friends. واصدقاء. play football. بلعبوا كرة القدم. on a. بلعبوها في البيتش. اللي هو ملعب. i is racket. اللي هو مضرب. i is. لونه ايه اولاد. red and white. على فكرة احنا بنجيب الحاجات دي كلها منين. hair racket is red and white. من القطعة. why do marwas. لماذا marwas friends. اصدقاء marwa. like hair. بيحبوها. ليه اولاد بيحبوها. لانها هي طيبة. because she is kind and clever. يبقى هو marwas friends like hair. عشان هي طيبة وايه وزكاية. دي جبت السؤال رقم كام. دي جبت السؤال رقم. three. هنكتبه فين. هنكتبه تحت. هنا. what sport does aya like. ايه هي الرياضة اللي ايا بتحبها. طبعا ايا بتحب السكواش. تعالي نشوف كده ايا فين. اهي. يبقى ايا is good squash player. يعني ممكن تعالي نكتبها افضل. هنقول ان ايا likes squash. ايا likes squash. بتحب السكواش. طبعا هنرتب الجمل اللي قدامكو دي. لكن انت في البيت بتعمل ايه. لكن انت في البيت بتبدأ تحلاء على هيئة جمل. اصل اي بلاي. انا بقي باوه البلاعب تنس. اي بلاي تنس. اون ايه. اون اون the tennis court. في ملاعب التنس. بعده كده. هو بيرتدي. جوجلز اللي نضرات الواقية. تمام. هنقول عندما he goes وبيذهب ليه يا أولاد ليه swimming السباح بعد كده هنقول I I am يعني أنا جيد في playing tennis في لعب الايه التنس بعد كده I هنقول where أنا برتدي football boots اللي هو حزاء كرة القدم to عشان إني يا أولاد play عشان ألعب كرة القدم football بعد كده عندي بانتكويت اني هنا توقتي capital هنقول بعدها they have tennis courts in the park دي جملة عادية تبقى يأخيرها فلسطوب أو نقطة هنا W هتبقى capital اني بدأت دي سؤال why are you good at kung fu في الآخر عام تستفهم لاني ده سؤال كده خلصنا الدرس الثالث في كتاب الجام للوحدة الثانية للصف الخامس اللي بتدائي عشرين خمسة وعشرين ترمة أول طبعا يا أولاد جميع دروسوا سابقا هسيبها لك تحت في قائمة تشغيل الصف الخامس اللي بتدائي عشرين خمسة وعشرين ترمة أول هسيبها لك تحت في الوصف هسيب لك إزاي تكتب إيميل إزاي تكتب باراجراف اللينكين مهمين جدا صفحة الفيسبوك لو محتاج أي استفسار سنة خمسة اللي لسه مسترقشة في القناة وفعل زر الجرس يا ليت ينزل يشترك حان وفعل زر الجرس يا أولاد عشان يوصلوا كل جديد شارك الفيديو ده مع أصدقائك عشان هما كمان يستفيدوا دعمنا بلايك أي استفسار زي ما قلتك عن طريق صفحة الفيسبوك باتماناكم التوفيق جميعا سنة خمسة كات معاكم مسأس مايز اشتركوا في القناة